ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة أكد خلال الاجتماع أن منافذ وشوادر أهلا رمضان بدأت في توفير السلع للمواطنين بأسعار وتخفضات مناسبة تترق رئيس الوزراء أيضا للزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخرى وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن وأكد مدبولي أنه تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليارات دولار من البضائع كما شدد مدبولي على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق على أن يتم تعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الصدد